بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الكلاس إن شاء الله رح نستعرض كلمة كومبوزشن خاصة بالدوال اللي هي بتيجي باللغة العربية بمعنى بعد الدالة وبعدها الانفرس أو الانفرس وبعده الدالة تطبيقه على أي قيمة من قيم الـ X presented by دكتور أحمد غنيب يبقى العلاقة الأساسية اللي موجودة بين الـ F والـ F-inverse بحيث إنه الشرط الأساسي أكيد تكون الـ F-1-1 على أساس إنه يكون إلها inverse هي توفر الشرط التالي والشرط التالي مركب بين اللي هو هدول الشرطين وبالتالي لازم يكون عندي F-circle F-inverse هذا هو الـ Composition F-circle F-inverse of X رح يساوي كتعريف الـ Composition إحنا منعرف إنه منكتب الدالة الخارجية F ومنفتح قوس ومنكتب الدالة الداخلية F-inverse of X لازم هذا الكلام يساوي X وانتبه هنا جيداً مش بس موضوع إنك توجد هذا الكلام يساوي X لا هذا الكلام لازم ينطبق على كل قيم الـ X اللي موجودة في الـ F-inverse في الدومين حقة الـ F-inverse يعني إيش إيش برضو المقصود بهذا الكلام يعني إحنا لما نقول F-inverse of X ما هي الـ X هذه لازم تكون في دومين الـ F-inverse عشان ينطبق عليه هذا الكلام ولازم F-inverse of X كقيمة تكون في الدومين حقة الـ F على أساس إنه أقدر أعرف إيش قيمة الـ F حقة F-inverse of X طيب يبقى F-of F-inverse of X يساوي X كذلك الأمر من الاتجاه الثاني F-inverse circle F-of X رح يساوي F-inverse الدالة الخارجية of F-of X اللي هي الدالة الداخلية لازم يساوي هذا الكلام X طيب هذا الكلام للـ X اللي موجودة وين اللي موجودة في دومين الدالة الداخلية دومين الـ F يبقى هنا دومين الـ F-inverse هنا دومين الـ F وبالتالي رح نشوف من خلال المثال إنه رح نوجد أو نأكد على هذول الشرطين للتأكد من إنه F-inverse هي معكوسة الـ F ولا تنسى دائما إنه F-inverse معكوس الـ F كذلك الـ F معكوسة الـ F-inverse وأكيد عملية اللي هو التحقق من الـ Inverse رح تتم من خلال اللي هو استعراض هذول الشرطين زي ما رح نشوف في هذا المثال يبقى في هذا المثال بيقولوا استخدم الـ Composition حقه الـ Functions عشان تثبت إنه F-inverse of X 3X-6 هو الـ Inverse function حقه الدالة F يساوي 3X زائد 2 وبالتالي أنا عندي شرطين حقه الـ Composition لازم أتأكد منهم لازم أتأكد من إنه F of F-inverse of X لازم هذا الكلام يساوي X كذلك لازم أتأكد من F-inverse of F of X كذلك هذا الكلام لازم يساوي X هنا لكل القيم اللي موجودة في دومين الـ F-inverse وهنا لكل القيم اللي موجودة في دومين الـ F انتبه جيدا هنا أنا بدقق على الموضوع مع إنه في الحسابات مش رح يظهر لكن في sections قادمة رح يعني رح يلزمني تماما إنه نشوف الدومين حقه الـ F-inverse ونطبق عليه الدالة F يعني هنا دومين الـ F-inverse زي ما انت شايف عبارة عن دالة خطية الدومين حقها R هنا الدومين R وهنا برضو دالة خطية الدومين حقها R وبالتالي هذا الشرط وهذا الشرط رح يكونوا منطبقين على دومين الـ F-inverse اللي هو R ودومين الـ F اللي هو R خلينا نبدأ في استعراض F of F-inverse of X كيف رح أوجد إنها بتساوي الـ X من خلال اللي هو التالي F of F-inverse of X رح أكتب الدالة كما هي اللي هو 3X-6 ويساوي F of 3X-6 رح أروح للدالة F هذه وأستبدل الـ X بـ 3X-6 هذه الـ X رح نستبدلها بهذا الكلام رح يصبح عندك تولت افتح قوس عشان ما تخطئ 3X-6 سكر القوس كذا استبدلنا الـ X بـ 3X-6 تابع كتابة الدالة زائد 2 ويساوي وزع التلت داخل تلت ضرب 3 بساوي 1 يبقى تلت في 3X بيعطيني 1X اللي هو X تلت في ناقص 6 رح يعطيني ناقص 2 بعد كده عندي زائد 2 رح يروح 2 بالموجب مع الـ 2 بالسالب ويساوي X يبقى تأكدنا انه F of F-inverse of X يساوي X هل نجزم الآن انه F-inverse هي معكوسة الـ F أكيد لا ليش؟ لازم نثبت اللي هو الـ condition الثاني من خلال الـ condition الأساسي وبالتالي F-inverse of F of X ايش بتساوي تلت X زائد 2 رح نكتبها هنا تلت X زائد 2 ويساوي رح أروح للدالة F-inverse أستبدل الـ X فيها بكل هذا الكلام يبقى رح يعطيني 3 في هذا رح أكتب بدل الـ X تلت X زائد 2 أسكر القوس وبعدين أكتب خارج القوس اللي هو سالب 6 ويساوي طيب الآن عندي هنا 3 في تلت X وبالتالي عندي هنا 3 في تلت رح يعطيني 1 1 في X اللي هو X وعندي 3 في موجب 2 رح يعطيني موجب 6 وعندي في الخارج سالب 6 أكيد السالب 6 مع الموجب 6 رح تروح وبالتالي المتبقي هو X يبقى بهذا الشكل أنا حصلت F of F-inverse of X يساوي X وكذلك F-inverse of F-X كذلك بتساوي X وبكده منكون أثبتنا باستخدام composition of functions إنه الدالة F-inverse of X هذه هي ال-inverse function حقية الدالة F ولا تنسى دائما إنه الموضوع كذلك بتم بشكل عكسي إيش يعني؟ يعني أنا بقول F-inverse هي معكوسة F كذلك F هي معكوسة F-inverse كده منكون وصلنا لنهاية حل هذا السؤال ووصلنا كذلك لنهاية هذا الكلاس أتمنى إنه تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم يعطيكم ألف عافية وبارك الله فيكم على المتابعة